بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في المحاضرة الخامسة من كورس البي ام اس المحاضرة ده نتكلم عن الاتوميشن ليفل يا اخوان احنا اتكلمنا عن الليفلز خدنا الفيل ديفايس بالتفصيل قلنا ده اجهزة الموقع وبعد كده نتكلم عن الليفل التاني اللي هو التحكم او الاتوميشن والليفل التالت الادارة والمراقبة اللي هو المانجمينت سيستم طبعا احنا عرفنا من خلال المحاضرات اللي فاتت ان انا عندي امبوت مدخلات من خلال الحساسات السنسورز او المفاتيح السويتشز بتدخل على البروسيسنج ده بيبقى العقل المفكر للمنظومة او الديدي سي بانيلز او الكنترولرز وبقى كده بتدخل او بتطلع منها الاوامر تروح تتنفذ على المخرجات الاوتبوت ودي بتبقى عبارة عن الاكشويتورز والكنتاكتورز تعالوا نشوف الاوتوميشن ليفل مهم جدا نشوف ايه مكوناته المكون الرئيسي فيه اللي هو الديدي سي بانيل او بيسموها اسمي تاني بي ام اس اللي سي بانيل بيسموها لوكل كنترول بانيل لوكل كنترول بانيل طيب الديدي سي بانيل ديدي سي بانيل اختصارة دايريكت دايريكت ديدي جيتال كنترول احفظ معايا كل شوية تلاقي في البي ام اس ديدي سي بانيل دايريكت ديجيتال كنترول يعني المتحكم او العقل الخاص بهذا النظام هو اللوحة بتاعت الديدي سي ساي ما شوفنا اننا عندي رقم واحد سنسورز رقم اثنين سويتش دول الانبوت يونيتز بتدخل ستيتاس حالة الحساس او المفتاح تدخل على الدي سي الديدي سي كنترولر وتطلع على الاكشويتور اوامر كمانز تتنفذ عشان اقدر اشغل وافصل او ارائب حالة اللوود او الاحمال بتاعتي الديدي سي بانيل يا اخواننا ايه هي مكوناتها الرئيسية رقم واحد المعالج البروسيسور اللوحة دي لازم هتلاقي فيها بروسيسور لازم هتلاقي فيها بروسيسور رقم اثنين موديولات موديولز رقم تلاتة الكنترول ترانسفورمر محول تمام التحكم وهتلاقي التيرمينال بلوك او الروزيتات بتاعت التوصيل وهتلاقي فيها ريليهات لو احنا شوفنا الرسمة دي اهو هنبدأ نشوف هنا عندي في البروسيسور اللي هو رقم واحد دا باكده في عندي الموديولز موديول اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة موديولز وهنا اخواننا فيه ترانسفورمر تي ار ترانسفورمر بيحول من 220 فولت اي سي الى 24 فولت اي سي القدرة بتاعته 160 فولت امبير دا الكنترول ترانسفورمر هنا بيبقى فيه فيوزز فيوز اف واحد اف اتنين اف تلاتة لحد اف تسعة مثلا في فيوزات موجودة داخل اللوحة وبعدين في عندي الريليز الريليز دي واحد لحد ستة دي واحد دي اتنين دي تلاتة واحد كزا في عندي هنا التيرمينال بلوكس او اطراف التوصيل اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها او روزيتة التوصيل الكنترولر هنبدأ نشوف البروسيسور زي ما قلنا هو العقل المدبر او المفكر للمنظومة وهو اللي بيعرف السيناريوهات اللي هتبقى جاية من الامبوت يونيتس وبناء عليها يتخذ القرار يبقى لازم الكنترولر يبقى فيه انواع يبقى فيه نوع بيسموه كنترولر كومباكت كنترولر مدمج او موديولر موديولر كنترولر الكمباكت كنترولر بيكون متحكم جاي عليه النقاط نفسه اللي هربط عليها الحساسات يبقى انا هكون عندي الكمباكت جاي عليه النقاط اللي هربط عليها الحساسات طبعا النوع ده مش منتشر تمام بسبب ان علد النقاط بتاعته او النقاط اللي انا هبدأ اشتغل عليها هنا عدد نقاط قليل تمام وبالتالي انا بروح للنوع التاني اللي احنا بنسميه الموديولر كنترولر وده النوع الاكسر انتشارا في المشاريع بيبقى زي ما احنا شوفنا كده في الرسمة البروستيسور لوحده وفيه عندي الموديولز الموديولز لوحدها تمام دلوقتي هتكلم عن الموديولز بتاعة الكنترولر واحنا قلنا لازم الموديولز اي متحكم في الدنيا بيتم فيه او بيفهم بلغة واحدة اللي هي بيسموها الماشين لانجوج واللغة دي اللي هي تشتغل بالديجيتال اللي هي السفر والواحد يبقى الكنترولر بياخد اي اشارة داخلة ليه لازم تكون سفر واحد عشان يفهمها ويطلع اشارات خارجة منه بتكون برضو سفر واحد بناء على الشغل بتاعنا هو بتعامل مع الديجيتال طيب احنا عارفين ان فيه عندي فيه الكنترولر او البروسيسور عمليات انالوج يعني انا هدخل انالوج حرارة بتاعة دكت معين مثلا درجة الحرارة 100 درجة سيليزيس ده حساس تمبرتشر سنسور هيروح داخل هيروح داخل على تحويل الاشارة تمام الحرارة الى اشارة كهربية يبقى انا هحول الاشارة بتاعت الحرارة الى اشارة كهربية الاشارة الكهربية اللي خرجة من الحساس مكفأة للحرارة اللي بيقراها بالظبط يعني مثلا لو درجة الحرارة 100 تبقى الكهربية اللي تطلع مكفأة للمية طيب القيمة المكفأة دي لازم تكون بايناري بايناري سيستم او بايناري لانجوج القيمة المكفأة الاشارة بلغة الالة سفر سفر واحد سفر وهاكذا تدخل على اللوجيك كنترول او البروسيسور لازم تدخل ديجيتال يعملنا عملية بروسيسنج ديجيتال وبعد كده تطلع برضه ديجيتال تروح على تحويل اشارة تاني يعني انت كنت هنا دخلت على تحويل اشارة من الانالوج لديجيتال عشان تدخل للبروسيسور ديجيتال طيب هنا انت طلعت ديجيتال يبقى تحويل اشارة من يبقى انا في عندي تطلع الاشارة هنا تتحول من خلال تحويل الاشارة المكفأة الديجيتال دي الى اشارة على هيئة جهد كهربي وتطلع تمام تشتغل على الأكتشويتور هيفتح ولكن بنسبة مثلا 80% بناء على الأمر اللي جاي له من عملية البروسيسور يبقى بالتالي أنا عندي الانبوت خلاص عرفنا يا إما سويتشز يا إما سينسورز تمام دي بيسموها الانبوت موديولز بتديني ستيتوس أو حالة بتروح على الديدي سي كنترولر تطلع على الاؤتبوت موديولز وبعد كلا تروح دخلة على الأكتشويتورز وبالتالي الستيتوس بتاعتي إشارة دخلة للمتحكم عشان تعرفه قيمة تمام أو حالة الكماند بيبقى إشارة خارجة من المتحكم يبقى أنا في عندي الستيتوس إشارة دخلة يعني الستيتوس دي امبوت الكماند ده أوتبوت عشان ياخد الأمر ويديه للأكتشويتورز طيب إيه هي أنواع الموديولز إحنا قلنا فيه عندي الامبوت موديولز في منها ديجيتال امبوت وانالوج امبوت وفي الأوتبوت في ديجيتال اوتبوت وانالوج اوتبوت دي أنواع تمام الموديولز في موديول بنسميه يونيفيرسل موديول أقدر أوصل عليه إشارات ديجيتال أو انالوج ده بيسموه يونيفيرسل امبوت يعني الامبوت بتاعه ينفع يبقى ديجيتال أو انالوج وفيه يونيفيرسل امبوت اوتبوت يعني يقدر يشيل أربع حالات بتوعي انالوج امبوت ديجيتال امبوت انالوج اوتبوت ديجيتال اوتبوت اوتبوت تعال نشوف مثال على الموضوع ده اللي انا عندي تمام فيه الديبيزيس على اساس ان انا عندي خزان مية خزان المية هنا فيه عندي ليفل سويتش الليفل سويتش ده بيديني حالة المفتاح أو الستيتس وهنا فيه عندي محبس أو فالف تمام بناء على ليفل سويتش بتطلع سيجنال تدخل على الامبوت تمام سيجنال وتروح دخل على الكنترولر بناء عليها يطلع كوماند امر تشغيل للمحبس ان هو يفصل او يكمل يملى فيه الخزان اللي انا شغال عليه يبقى انا لو عندي مفتاح لقياس مستوى السائل اللي هو بنسميه ليفل سويتش انا عايز اوصل ليفل معين وافصل او عايز اكمل ده بناء على الاشارة تطلع من اليفل سويتش هتروح للموديول تدي الامر لالكنترولر الكنترولر يدي الامر بالتشغيل لالفالو يبقى المنظومة دي منظومة بسيطة تعالا نشوف امثلة تانيا على الديجيتال سيجنال انت لما بتيجي تشتغل او بتصمم النظام بتاع البي ام اس لو انا عندي مثلا ديجيتال سيجنال عندي لوحة كهربية بتحكم فيها وليكن في موتور بتاع مكانة معينة ومحتاج افصل واشغل موتور وكمان اعرف الحالة بتاعة هذا الموتور هنا شغال الموتور الموتور ده عشان اديله كماند لازم اخد اشارة من الكنترولر او الدc بانيلز طيب والددc بانيلز هتاخد اشارتها من الانبوت ستيتاس من الحساسات تروح للكنترولر وبعد كده الكنترولر ياخد امر يضلع كماند يعني اوتبوت يبقى الانبوت عبارة عن ستيتاس والاوتبوت من خلال الموتور كنترول زي ما قلنا قبل كده يبدأ يتحكم فيه من هذا الموتور طيب هل التحكم ان انا هبدأ افصل وشغل بس ولا هدي اوامر تانية الحالة اللي انا عايز اعرفها حالة الموتور ودي عبارة عن احتمالين يا اما شغال يا اما مش شغال وبالتالي انا عايز اشارة ديجيتال يبقى يا صفر يا واحد او وقف والامر اللي انا عايز ادي عايز اشغل او افصل يبقى برضو اشارة ديجيتال يبقى المفروض انا فيه الديجيتال امبوت محتاج اعرف حالة الموتور وفيه الديجيتال اوتبوت محتاج افصل او اشغل الموتور الدايرة دي تتكون ازاي انا عندي الموتور هجيب تمام الديجيتال اوتبوت موديول الديجيتال امبوت موديول هاخد الستيتس بتاعته من الحساسات و الديجيتال اوتبوت هدي الكماند بتاع الان والوف على الكنتاكتور اللي هو مربوط على الموتور يبقى انا عايز عدد واحد نقطة مراقبة حالة وعايز عدد واحد نقطة للتحكم في الموتور طيب لو انا عندي مقياس او عندي حساس دي بي اس عشان ايس بي فرق الضغط على نقطتين راكب على فيلتر في منظومة تكييف مركزي عايز اعرف تمام وصل القيمة المزبوطة على المؤشر بتاعته ولا لا هسأل نفسها شوف انا محتاج اعرف حالة الدي بي اس ولا اتحكم فيه انا محتاج اعرف هالي الدي بي اس وصل لفرق الضغط اللي انا ضابط عليه القيمة ولا لا يبقى عايز اعرف حالة بس طيب هالي الحالة اللي عايز اعرف ها لها احتمالين ولا اكتر الدي بي اس تمام اعرف من خلاله اذا كان فرق الضغط ده وصل للقيمة ولا لا يبقى احتمالين فقط انا ادي عندي الفلتر بتاع الاتش وحاطط هنا الدي بي اس قبل وبعد ودي الحساس بتاع الدي بي اس وبيئيس فرق الضغط بريشر واحد وبرشر اتنين هاخد من الدي بي اس ستيتاس وهدخل على دي جيتال امبوت مديول من خلال الدي دي سي بانيل ده هيبدأ يبقى يكون عندي دي جيتال امبوت مديول واحد بس من خلال هذه الستيتاس طيب لو انا عندي حالة تانية عندي الانالوج سيجنال عندي حساس حرارة عايز رأيي بالقيم اللي بيقراها بشكل مستمر هذه درجة الحرارة ودي حساس الحرارة بيخرج اشارة كهربية مكافأة لقيمة الحرارة محتاج اعرف حالة الحساس ولا اتحكم فيه عايز اعرف الحالة بس طيب الحالة دي ليها احتمالين والله اكتر تمام الاحتمالات اللي اشوفها كتير يبقى انا عندي تمام في الانبوت عايز اعرف على الحالة يبقى انالوج انبوت وكمان الحالة ليها احتمالات كتير يبقى انالوج طبعا هنا هركب على دكت التكييف بشوف ستيتاس وبدخلها على انالوج انبوت وعند نضمبر بتحكم في الفتح والغلق بتاعه باستعمال روتري لو انت فاكر اللي هو الدوراني محتاج اقدر او افتح بالنسبة اللي انا عايزها مثلا 10% 20% 30% حسب الرغبة يبقى انا عايز المطلوب ان اعرف حالة الاكشويتر ولا اتحكم فيه انا محتاج اعرف الفتح والقفل بتاعه السؤال التاني التحكم ده لاحتمالين فقط يعني وجود اشغل وافصل تمام وايه هي الاحتمالات بتاعة التشغيل والتفصيل بالنسب يبقى انا عايز اتحكم واحتمالات التحكم كتير يبقى انا المفروض هاخد من الاكشويتر ده ياخد command امر بالنسبة اللي انا عايز ادهاله يبقى النسبة دي analog output analog output وبالتالي انا عرفت اشوف في حالة الدي دي سي الدي سي بتدي امر من خلال الموديول سواء كانت analog input analog input او digital input analog output او digital output واشوفكم في محاضرات تانية خاصة بالبمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة